لو حد جيه سألك على مريض عندك بحكم أنه عريس مثلا أو مريضة بحكم أنها عروسة أنا معرفش التفاصيل بس أنا عارفة أنه أنتو بيبقوا عندكو أمانة المهنة والكلام ده كله بس مش من الأمانة برضو أنك تنقذ بيت أنه يتخرب أو يبدأ على قرار لا ما يفعش أن شخص يجيلي يقولي على فكرة أنت عندك المريضة الفلانية هقوله أنا لعندي المريضة ولا عرفها ولا أي حاجة خالص لكن هي لو هي عايزة تجيبه وتيجي عشان خاطر أنه هو عايز في أسئلة معينة أقدر أنا أجاوبه فيما يخص مرضها أو مرضه بس هي موافقة لازم تكون هي موافقة طبعا 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 لازم تكون موافقة ما هو دخلت يا دكتور لا بس مش لحد برضو طبعا هو إفرد حد مخبي يا دكتور يعني إفرد أنا مريضة نفسيا ومخبيا أن أنا مريضة نفسيا مش مريضة نفسيا يعني عندي أزمة وباجي لحضرتك تحلي لح مريضة بقى اللي هو شخصية مؤذية مرض في أدوية وفي علاج وفي حاجات زي كده وباجي لحضرتك وجايلي عريس وأهله جايين يقولو لك البنت دي إحنا خايفين إحنا بتقول إنها كويسة لا مش هقول إنها كويسة ولا معرفها لو هي هو جايلي كده لوحده معرفاش يعني أنا مفعاش حد يجي سألني على أي حد في العيادة طب أنت مش شايف إن القانون زي كده لازم يتغير لا بس خلي بالك لأنه هو في إساءة استخدام للحاجات اللي زي كده يعني هو الوقت لو جالي واحد قال لي والله إنت عندك واحد اسمه محمد بيتعالج عندك آه محمد عنده كذا وعنده كذا لا مش لازم يعني ممكن يستغلها في حاجة تاني مش مش شغلتي دي مش قصتي أنا أنا قصتي إن هي لو فعلا هي أو أهلها جم وجابوه وقلوله قلولي قلوله بس الحالة الوضع إيه أقدر شحل الحالة والأعراض بتاعتها والأدوية اللي بتاخدها الحاجات دي كلها لا ما دي قصة تانية لو اتطرفت ثاني